السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون بها الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلع لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوباكم ومن يطهر الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدى ودى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ماذا تعرف عن قدر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أواخر القرن العشرين الماضي قام أحد الكتاب الأمريكان يهودي الجنسية واسمه مايكل هارت هذا فيزياء وفلكي وهو عضو في وكالة الفضاء الأمريكية قام بتأريف كتاب سماه عظماء التاريخ جمع فيه مئة شخصية مضت في التاريخ وسمي هذا الكتاب أيضا الخالدون في التاريخ أو العظماء المئة في التاريخ وقام بترجمة هذا الكتاب الخطير أنيس منصور أحد روسائل العلمانية بنصر وفرح المسلمون وصفقوا فرحا وقالوا فقد أنصفنا الغرب هذه المرة حيث أن هذا الكتاب كان على رأس هؤلاء العظماء محمد صلى الله عليه وسلم وهو كذلك ولكن دسيسة في هذا الترتيب وفي هذا الكتاب مئة شخصية من التاريخ وأيضا كان من العظماء الذين وضعوا بهذا الكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت رتبته 51 من بين هؤلاء أرستو وإفلاطون وأدولف هتلر ولينين وسطالين ونابليون وشاكسفير وساطر وديكارت وظلتاج وجللي وموسيطون كل هؤلاء كنت هناك ترسيسة بهذا الكتاب وأيضا من ضمن هؤلاء بوذا وكانت رتبته الرابعة بعد عيسى بن مريم عليه السلام وكانت رتبته الثالثة بعد من؟ بعد إسحاق ميوتر صحيح القانون الجاذبية وحركة الدوران كانت مرتبه الثانية بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل دسيسة وفرح بها المسلمون كالعادة ولم يعلموا أن هذا اليهودي ساوى المعصوم المعصوم محمد حبيب الله بأدول فتر الذي كان سببا في قتل خمس وخمسين مليون من البشرية ولمين الذي قتل أحد عشر مليون مصلف سواه بمحمد صلى الله عليه وسلم وفرح المسلمون وقال محمد على رأس القائمة أبدا أبدا لا نقبل بهذه المساواة ومحمد صلى الله عليه وسلم أشرف وأرقى من أن يساوى مع هؤلاء نبي لا نقبل أبدا إلا أن يقال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا بشرية حبيب الله المعصوم هكما يستهرون بمريه صلى الله عليه وسلم بل هذا اليهودي جعل عيسى بن مريم عليه السلام فمقبر الثالثة وبعده بودة بودة هذا مع بودة البودين في الهند عاش في القرن الخامس قبل الليباد وعندما حقب المسلمون صنمه في أفوانستان وكان أعظم وأكبر صنم على الأرض مع الأسف شارع بعض علماء المسلمين إلى التنديد بذلك قالوا لي أنه من تراث التاريخ صرف هكذا المسلمون دائما يخدعون قدر نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك هذه الثقافة كرست وشربها وردها كثير من أبناء الإسلام الذين تربوا على الطريق الغربية لا يعلمون من هو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك من حين لآخر يتشرع من من ينتسو إلى الإسلام ترجمة نانسي قنقر إذا غير حقا رسم إن نصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جزائية كانت ترجمة نانسي قنقر وحوالحكية اشتركوا في القناة وروا الشيخان بزعيحهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين لا يؤمن وحدكم قال الله عز وجل النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم نموه من أجل محمد صلى الله عليه وسلم قال بخارف سعيحه عن عبد الله بن إشاد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عافظ بيد عمر بن الخطاب فقال عمر يا رسول الله إنك لا أحب إليه من كل شيء إلا من نفسك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله ما أنت أحب إليه من نفسي قال الآن يا عمر الآن يا عمر اتمن الإيمان لما قدمت محمد صلى الله عليه وسلم على نفسك من حين لآخر يكون خريف في بلاد الإسلام في هذه البلاد المسلمة بهذا الشعب الأبياً مسلم ويتحداه ويؤذي من خيراً بشريع الذي قال به الله عز وجل وإن كان على خلق عظيم من تؤذي تؤذي الله ورسوله تؤذي المسلمين إن لمحمد صلى الله عليه وسلم أنصار وليعلم إخواني حق شاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق أجمعت علي الأمة سلفها وخلفها قال الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن إننا كنا نقول ونلعب قلأ بالله وآياته ورسوله كنتم تستازئون لا تعتذروا كد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم يا أيها المتمسلمون يا من تؤذون محمد صلى الله عليه وسلم قد كفرتم بعد إيمانكم هذا قول الله عز وجل فيكم إن نعب عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بأنهم كانوا مجرمين ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإن نزم الآن فلن ينجد بعد حين قال عز وجل إنا كفيناك المستازئين إنا كفيناك المستازئين تكفر الله بهؤلاء المجرمين أين ستذهبون أين المنجر إن محمد صلى الله عليه وسلم له أنصار وله رجال فلا نسمح أبدا والمسلمون لا يسمحون بأن يعدى محمد صلى الله عليه وسلم لقد أهضر النبي صلى الله عليه وسلم دم من أداه ورغم السائل سنة صحيح عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت لهم راه تؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان ينهى فتعبى ثم عادته ليلة فقام إلى مقوة فوضعه في مطلها فقتلها فأنزل الله الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد أن دم هضر لأن آلة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى الذي يحتاج إلى زوجته قتلها لأنها آلة النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بصرح من الرضاء وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته لأنه لم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بل ارتد فقط ومن ارتد وتاب قبلت تأوته ومن آدم نبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهضر دمقينتين كانتاته جوان النبي صلى الله عليه وسلم أحداهم وقتلت والأخرى أفدت لكنها تابت وأسلمت فقبلت توبتها كما قال الله عز وجل إلا الذين تانوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم هذا إن كان كافرا أما إن كان مسلما فاسمع الحق أسمع فيه ما قال السلف الصالح قال الإمام مالك المعنس قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب قول مالك نقل عن مالك عبد الرحمن بن القاسم في كتاب محمد بن سحنون القيرواني ونقله مضرف في كتاب ابن حبيب بسند صحيح وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد شاتب النبي صلى الله عليه وسلم مرتد وإن كان سكرانا وإن ذهب عقله بالخمر مرتد وحكم المرتد القتل قالوا الشافعي وأحمد وقال الإمام مالك والإمام الشافعي إن من قال أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وصح يريد بذلك عيب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر قاله مالك وقاله الشافعي إن من قال أن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وصح يريد عيب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد من سبى النبي صلى الله عليه وسلم يقتل دون استتابة وقال الإمام الشافعي يقتل ويأخذ ماله فيئة يضم إلى بيت مال المسلمين وفي الدار من سند صحيح أبن عوي قصم مالا مرتد المقتول على ذويه من المسلمين وقال اسحاق بن رهوي ونقل الإجماع قال أجمع المسلمون على أن من سبى الله أو سبى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك وإن كان مكرًا بكل ما أنزل الله نقل الإجماع نقل الإجماع إصحاق الرهوي من أقرار الإمام أحمد رحم الله الجميع وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيثة رحمه الله قال أيما مسلم سبى النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو كذبه أو عابه أو انتقسه فقد كفر بالله ومرأته بائلة أي حرام عليه لأنه كفر قال الإمام محمد ابن سحنون القيرواني المتوفى ست وخمسين ومئتين قال أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقس له كافر والوعيد جار عليه لعذاب الله وحكم عند الأمة القدر ومن شك في كفر شاتم النبي صلى الله عليه وسلم كفر لأنه من غريب الكفر كفر هذا قول الإمام حبد سحنون لفا منقود وقال شيخ الإسلام ابن تينية المتوفى 28 سبعين أهل الهجرة قال إن من سبى الله أو سبى رسوله كافر ظاهر وباطر وإن كان يعلم ذلك محر وإن كان مستحل له أو كان ذاهلا عن اعتقال بمعنى إن كان جاهلا أو نازحا أو شادا كفر هذا حكم من سبى النبي صلى الله عليه وسلم أو انت تسعه لأعلم الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر عند الله وعند العمة فلا أحد يتشرع على محمد صلى الله عليه وسلم فما لنا نستهيل بذلك قال الله عز وجل اسم هذا المفاق الذي أغنى على كل الأنبياء وعلينا أيضا اسمعوه مفاق غليل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولاكم من فاسقون بمعنى أن الله عز وجل أخذ النفاق على النبيين المعادم إلى عيسى عليهم السلام جميعا أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم من تولى بعد ذلك فأولاكم من فاسقون بمعنى أن من تولى عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فاز إذا أغنى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن لن نفعل فقد قال صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل فأولاكم هم الفاسقون قال الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أزل معه فأولاكم هم المفلحون الذين آمنوا به أي محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه أي وقهوه وأجلوه عزروه ونسروه من الصحابة الرغم الله عليهم والصادقون من هذه المؤمنين من هذه الأمة سلبه وخلبه وينصرون محمد صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك من مفلحون إن لم ننصر محمد صلى الله عليه وسلم لست مفلحين إن لم نعزره أي نوكره نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا قول الله عز وجل ثم هؤلاء يستفزون هذه الأمة لأنهم يعلمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتنا وفي قلوب المؤمنين لماذا لماذا ليفتنوا هذه البلاد يبعوها في فتنة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خالد شفيان هزري بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا عبد الله بن أهديس رضي الله عنه فقتله فقال نبي صلى الله عليه وسلم أفنح الوجل رجل واحد الرشيد فإن الله بالمرسال إن كفيناك المستاذئين محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يهاني واشتعز به وامتقص منه ثم يلومون الشباب إذا منتصر إلى نبي صلى الله عليه وسلم لا تلوم الشباب لأنه نبي الهمة نبي البشرية ثم إنا نخشى إذا لم ننصر نبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله نعم نخشى وهكذا ترمذي بسند صحيح عن عذابها النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَارُوْرُنَّ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرُ أَوْ لُوشِكَمَّ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ بِعَذَابٍ مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يَسْتَجَابُوا لَكُمْ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفسية لتعمرن بالمرور ولتنهون عن المنكر وإي منكر أعظم من هذا المنكر أو ليوشكننا الله أن يصيبكم بعذاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم وبحديث رواه الترميدي وابن مازة بسنة الصحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتهم فإني سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشكوا أن يعملهم الله بعقابة اللهم لا تعاقبنا بما فعل سبحاء الله يوشك أن يعملوا الله بعقابة قال عز وجل واتقوا فتنة الناس تصيبنا الذين ظلموا إيكم خاصة بمعنى لا تصيب الظالمين فقط بل الجريح ويقرز الناس ألان يجبنا سكتنا عن هذا المنكر وفي حديث بواهب مداما والدماجة بسهد صحيح عن جليل مع عبد الله البزل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بالمعاصف يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا إلا أصارهم الله بعداب قبل أن يموتوا رجل سفيه مجرم حقير يقعوا بأرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدى الأمة من تتحدى؟ تحدى تحدى الله؟ إن كفيناك المستنسئين تسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجتمعوا العنبة هذا أن تكروا شيئا وهو خير لكم هذه حقيقتنا وهذا ديننا لماذا المقدسات في بلادنا فقط؟ يعتدى عليها لماذا؟ أهو مخطط؟ أهو ماذا؟ عجزوا أن يصدوا هذه الصحوة المبارك عجزوا فلجأوا إلى وسائل خليثة حقيرة ضعيفة جمانة فيجعلون محمدا صلى الله عليه وسلم غرضا غرضا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتخذ غرضا أبدا إنه فيه قلوب نبيه مغرد لم تموت هذه الشعوبة أجل الشعوب قلوب حية عقيدتنا هي هي وسندافع النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا هذا هو حكم من سبب النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمه الجميع لا يؤذر شاهد بشهل هذه الحكم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم منك حبيب النجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حبيب النجيد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوم إليك شكرا 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 اشتركوا في القناة